لكن في تفاصيل كتير عن الفعالية دي وكمان أنهم عايزين أصلاً يحققوا رقم قياسي في موصوعة جينيس فخلينا نعرف كل التفاصيل طبعاً من ضفنا اللي هيشرفنا دلوقتي المهندس محمد سلام المدير التنفيذي لموترويك ونعرف منه كل التفاصيل برحب بيك طبعاً يا بش مهندس أول حاجة بس عايزة أسألك عليها رأيك في أجواء مدينة العالمين والأجواء الجميلة اللي احنا موجودين برحب بحضرتك طبعاً وكل السادة المشاهدين أجواء جميلة جوة أكتر من رائع احتفالية الحمد لله تاني سنة موجودين فيها ونتشرف أن احنا نكون موجودين فيها طبعاً سنة عن سنة في تحسن ونتمنى أن احنا كمان نتحسن السنة دي معاهم بس بالتأكيد عايزين بقى نعرف السادة المشاهدين وكل عشاء بقى سباء السيارات والموتوسيكلات لأنه واضح أن احنا عندنا فعالية قوية السنة دي فالأول نوضح للسادة المشاهدين إيه فعالية الموتورويك وإن اللي هيكون موجود فيها موتورويك لتاني سنة السنة دي إن شاء الله هي استمرار لنجاح السنة اللي فاتت 23 كان عندنا سبع سباءات السنة دي 12 سباء فكرة أن موتورويك بيقدم تجربة مختلفة شوية لكل محب السيارات محب السيارات وبالقاءة خاص محب رياضة السيارات أو رياضة المحركات عموماً فكنا قادرين السنة اللي فاتت نكون موجودين في 3 أيام بس من ضمن مهرجان العالم على مين بأكتر من 150 متسابق السنة دي الأعداد أكبر فما كانش 3 أيام ما كانوش كفاية فعندنا إن شاء الله من 16 إلى 24 من ويك إند لتاني ويك إند إن شاء الله نكون قادرين نكون موجودين بتقريباً أكتر من 300 متسابق حتى الآن فده ما خلينا يعني السنة دي أكبر بكتير فعلي رياضية سياحية سنة اللي فاتت رياضية سياحية السنة دي بنحاول نخليها رياضية سياحية تجارية صناعية بوجود معرض لأول مرة بيتم منحاول زي ما بقولك نقدم الإكسبرينس للمتابعين والرواد مدينة العالمين تبقى كاملة لكل حاجة يقدروا يستمتعوا فيها برياضة السيارات نلاحظنا إن كل الفعاليات اللي هتكون في السيزون التاني المهرجان العالمين إنها في تطور وفي تنوع كبير جداً فأكيد إحنا منتظرين من موترويك إنه يكون فيه اختلاف كبير عن السنة اللي فاتت فلو تقول لنا إيه الاختلاف اللي هيكون موجود ولو تكشف لنا كده عن بعض التفاصيل والمفاجئات اللي ممكن تكون موجودة في النسخة التانية من مهرجان العالمين سبع سباقات السنة اللي فاتت سنة دي 12 سباق زادت عدد السباقات زاد أوتو إكسبو أوتو إكسبو أول مرة السنة دي يكون موجود فكرة إن إحنا بنحاول زي ما قلت لك إن إحنا ندمج الجزء الصناعي والتجاري الخاص سريات السيارات لها طبيعة خاصة إن هي مش بس بتعتمد على مجهود بدني أو زهني بس المتسابق فيها كمان جزء صناعي وهندسي وتكنولوجي يخص الآلة اللي بيستخدمها أو السيارة أو غيره فده بنحاول إن إحنا ندمجه علشان يبقى الإكسبيريينس كاملة لكل المشاهدين عندنا شوية حاجات صاد إيفنتس عندنا باريد هيتحرك من الكاهرة لمدينة العالمين بنحاول نحاقق به رقم في موسوعة جنس إن شاء الله السنة دي فيه طفرة كبيرة جدا زي ما أنتوا شايفين طبعاً كلكو حضراتكو والسادة المشاهدين في البنية التحتية للطرق والكباري وللوضع اللي موجود وإحنا بنحاول إن إحنا نهايلايت ده ونبينه أكتر إن ده يقدر يستوعب الفعاليات بهذا الحج موتورويك يعتبر إن شاء الله من أكبر الأحداث اللي بتتم لرياضة السيارات في المنطقة ويمكن في العالم إن أنت تجمع 12 سباق مختلف بسوائين بطرق مختلفة بأساليب مختلفة للسواء أو للتحكيم والغيره عندنا سباقات في المياه في الصحراء على الأسفلت في الشوارع في الأرينة كذا فينيو كذا مكان فيعني إن شاء الله السنة دي أكبر بكتير من السنة اللي فاتت واضح إن إحنا هنشوف انطلاقة قوية فعلا لموتورويك في النسخة الثانية بس عايزك تقول إن أكيد هيكون فيه معرض للسيارات والمراكب وخدمات كمان ما بعد البيع فإيه اللي هيتم في النوطة دي تحديدا؟ بالظبط أو إحنا عندنا السنة دي معرض هيكون موجود فيه كبار الوكلاء للسيارات والمراكب والدراجات البخارية والموتسيكلات والجيتسكي يعني كل ما هو يستخدم المحرك أو الموتور خدمات ما بعد البيع ليهم برضو علشان زي ما بقول لك هي الرياضة المحركات عموما بتبدأ من الآلة والمتسابق فلازم كله يكون متواجد في نفس المكان فهنقدم كل الجديد في عالم السيارات كل الجديد في عالم خدمات ما بعد البيع كل الوكلاء إن شاء الله معظم الوكلاء موجودين معنا بتجارب للقيادة للسيارات الجديدة المتاحة في السوق المصري ده غير إن احنا بنتجه بشكل كبير قوي لتوطين صناعة السيارات في مصر وجزء من المعرض الصناعي خدمات ما بعد البيع والصناعات الخاصة بتوطين صناعة السيارات في مصر تعاون كبير جداً بيتم بينكم وبين الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية وجه هذا التعاون وأهميته كمان والتسهيلات اللي بتتقدم لتقديم الفعالية بشكل قوي ما فيش حدث بهذا الحجم ينفع يتم وينجح ويتكتب له النجاح إلا بتضافر جهود كبير جداً جداً شركة المتحدة من السنة اللي فاتت أمنوا بينا الحمد لله ساعدونا جداً نحن نحقق نجاح في النسخة اللي فاتت عشان كده النجاح ده بيترجم النهاردة في زيادة فعاليات في زيادة أعداد مشتركين من جميع أنحاء العالم يمكن السنة اللي فاتت عدد الحضور من المتسابقين من خارج مصر ما كانش كبير قوي السنة دي أكبر بكتير النجاح السنة اللي فاتت الترجم في أعداد أكبر فطبعاً بدون التعاون مش هنقدر نوصل لده شركة المتحدة نادي السيارات والرحلات المصري وهو الممثل الوحيد للإفايف مصر فإحنا فعالياتنا تأتي ضمن الفعاليات الاتحاد الدولي للسيارات وزارة الشباب والرياضة طبعاً دايماً معانا وطبعاً السادة الرعاية جميعاً مفيش برضو حاجة من الحاجات المهمة جداً إن احنا نشكرهم على ثقاتهم فينا سنة والتانية وتواجدهم معانا وسقات المتحدة فلولا تدفر الجهود دي كلها عمرك ما هتستمر كلنا متحمسين طبعاً للإفتتاح اللي جاي يوم 16 أغسطس وتقريباً يعني فيه توسع كبير في موسوعة عايزين تدخل موسوعة جينس إيه بقى الحكاية والإفتتاح هيكون عامل إزاي؟ بنحاول إن شاء الله إن احنا نكسر رقم قياسي في أكبر باريد اتحرك في العالم للموتسيكلات والسيارات المجتمعين بنحاول نعمل رقمين إن شاء الله ربنا يكتب لنا فيهم النجاح هنتحرك يوم 16 من كاهرة لمتجهين للعالمين بأكبر باريد حصل في العالم بإذن الله أنا أشكرك شكراً جزيلاً لمهندس محمد سلام موديل التنفيذ الموتورويك شرفتنا شكراً جزيلاً وبالتوفيق ليكم طبعاً ونشوف فعاليات قوية في مهرجان العالمين الجديدة شكراً شكراً ليكم يعني زي ما تابعنا لكل عشاء السيارات هيكونوا على موعد مع سباء السيارات والمراكب والموتسيكلات هيكون يوم 16 أغسطس على الممشى السياحي هنا في مدينة العالمين الجديدة ومتوقعين انطلاقة قوية جداً بالإضافة طبعاً لكل الفعاليات الرياضية والفنية اللي هتكون موجودة في مهرجان العالمين الجديدة وبالتأكيد لسه مكملين معاكم من مدينة العالمين ومتابعة لكل فعاليات العالم عالمين شكراً ليك يا محمود وشكراً موصول لديفك الكريم وبنتمنى إن شاء الله أنهم أكيد بيحطموا الرقم القياسي ويدخلوا موسوعة جانس